انجازات مهمة تحققها معركة تعز الموازية هذه المعركة تدور هنا في جبهة الوازعية ومقبنة التي لا تبعد كثيرا عن ذباب حيث تتواصل المواجهات العسكرية ضمن عملية الرمح الذهبي كلا المعركتين تلتقيان عند هدف واحد هو تحرير تعز وساحلها الغربي وقطع خطوط اندادات الانقلابيين قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن اكد هذا الارتباط في الاهداف بقوله ان منطقة باب المندب ستصبح مركز العملية العسكرية لتحرير الساحر الغربي للبلاد جزء مهم من العمليات العسكرية في جبهة الوازعية تدور في مديرية مقبنة ثالث اكبر مديريات محافظة تعز من حيث المساحة وفيها يمر معظم الطريق الرابط بين مدينة تعز ومدينة الحديدة كما تدور ايضا في مديرية الوازعية المجاورة لمقبنة من الناحية الغربية العمليات تحقق اهدافها بشكل سريع فقد تمكن الجيش من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوث والمخلوع الانقلابية ومن اهم هذه المواقع جبل الروي الاستراتيجي واجزاء واسعة من جبل غباري المطلع الخطة الاسفلتية الذي يمر عبر مديرية الوازعية وفقا لقائد محور تعز اللواء خالد فاضل قبل الغباري والعدو لا يزال فيه قز منه واخذنا قبل الروي متمركزين بالكامل اصحابنا متمركزين فيه وان شاء الله طبعا استثلاء قبلية كبيرة وان شاء الله التقدم قاري على قدم الوساق والاعداد لهذا التقدم وان شاء الله ستسمعونه في الاوقات في الاوقات القادمة خيرا ان شاء الله تفاؤل كبير يسود اوساط الجيش هنا بقرب وصوله الى مفرق الوازعية الذي يعني قطعا كاملا للامدادات عن المجامع الميليشيوية التي لا تزال تتواجد في مديرية الوازعية حيث تدور معارك متواصلة بين الجيش وهذه الميليشيات معظم العمليات العسكرية للجيش في جبهة مقبنة والوازعية تحظى باسناد جوية من التحالف ساهم الى حد كبير في سرعة تقدم القوات وفي احراز الانتصارات وتحرير المواقع الاستراتيجية يقابله تقهقر واضح للميليشي في هذه الجبهة كما في جبهة ذباب وباب المندب التطورات العسكرية اللافتة في معظم محافظة تعز تؤذن بقرب النهاية وبالخلاص الذي يتوق له ابناء هذه المحافظة بعد فترة طويلة من الانتظار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة